رحبا حضراتكم مرة تانية ونروح دلوقتي بقى لاخر اخبار النادي الاهلي وفرق المختلفة والانشطة كمان مع مرسلنا العزيز جدا مينا ماهر من مقر النادي الاهلي بالجزيرة مينا صباح الخير وصعداء انا وكريم ان انت يعني بعد غياب بترجع لنا مرة تانية فضل يا مينا صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الفل على كل مشاهدي ومتبعي قناة النادي الاهلي في كل مكان انا كمان مبسوط ان انا معاكم في عشر صبح في الاهلي وكان عادة بنطلع من مقر النادي الاهلي هنا في الجزيرة بنطلعكم على كل الكواليس والاخبار لكن في بداية حديثي عايز ابارك لمنتخب بصراحة مشرف كل المصريين منتخب مصر لكرة اليد نيمكن بيقدم اداة اكثر من رائع في بطولة اليد في مصر هنا نيمكن انبارح كان فيه مباراة قوية جدا مع المنتخب السلوفيني يعني كان فيه سوق حظ وعدم توفيق لمنتخب مصري قدر منتخب سلوفينيا انه يتعادل فيه اللحظات الاخيرة ولكن منتخب مصر عمل كامباكت ودرس لكل المنتخبات وبصراحة مشرفنا وبيقدم اداء قوي جدا احنا عشمنا في منتخب الوطني كبير جدا يعني يمكن عشمانين انه يقدر ان شاء الله يحرز البطولة بطولة قوية وغالية فيه ظروف استثنائية هنا على اراضي مصري ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب الوطني نروح لأجواء هنا فيه مقر النادي الاهلي بالجزيرة يعني يمكن عندنا تدريبات شغالة على قدم الوساق مفيش توقف استعدادة ليه مباراة الموسم ليه جميع التدريبات يمكن وانا بكلمكم فيه تدريبات السباحة بدأ حوالي الساعة 6 الصبح بتنتهي على حوالي الساعة 12 ظهرا يمكن نروح شوية نتكلم عن ألعاب الصلاة والفرق المختلفة يمكن شباب طايرة الاهلي 17 سنة فازوا على نظيره بيتروجيت بنتيجة 3 أشواط مقابل لشئ ضمن منافسات بطولة الجمهورية وأيضا بنات طايرة الاهلي حققوا فوز قوي على فريق العبور بنتيجة 3 أشواط مقابل لشئ ضمن أيضا منافسات بطولة الجمهورية براعم تنس التولة بالنادي الاهلي يفوزه على فريق قناة السويس والرباط والأنوار والإسماعيلي ضمن بطول الدوري مرتبط قدر فريق النادي الاهلي إنه يفوز على قناة السويس بنتيجة 3 واحد وأيضا الرباط والأنوار بنتيجة 3 صفر وأخيرا وليس أخيرا فريق الإسماعيلي بنتيجة 3 صفر كل التوفيق لفريق تنس التولة بالنادي الاهلي بيقدموا أداة أكثر من رائع وده طبعا اللي معودنا عليه نروح سريعا لفريق كرة بالنادي الاهلي يمكن النهاردة استكمالا للتدريبات التجمع يكون الساعة 2 تدريب الساعة 3 على ملعب مختار تيتش استعدادا لمباراة قوية جدا على استاد الدفاع الجوي لملاقات فريق بيرمتز يمكن دي مباراة قوية جدا في الدوري الممتاز كلام السنينها وده مباريات يعني اللي بنحبها للنادي الاهلي بيقدم أداء قوي جدا وده طبعا المعروف عن النادي الاهلي يمكن تدريبات أمس شاهدت عودة اللاعب بدر بنون وأكرم توفيق بعد سلبية المسحة وإن يعني الحمد لله صحتهم بقت كويسة ولكن الحاجة اللي لفتت انتباهنا جميعا فيه تدريب أمس يمكن الاثنين اللاعبين كانوا متحمسين بيقدموا أداء أكثر وأقوى من المتوقع ده طبعا يعني يمكن اللاعب بيكون في فترة توقف في الحاجر الصيح لكن الاثنين اللاعبين بيظهروا بأداء متميز يعني يعايزين يثبتوا أنهم موجودين وفي التشكيلة الأساسية لمستر بيتسو موسيماني وأيضا مشاركة الشرناوي غدا بعد إيقاف مباراة فيه مباراة بيرمتز إن شاء الله يمكن بقى لو عايزين نتكلم عن البطولة الأهم والحلم للنادي الأهلي بطولة كأس العالم الأندية جهاز الفني والإداري استقر على سفر بعثة فريق النادي الأهلي يوم الجمعة إن شاء الله متوجها إلى قطر لمشاركة في كأس العالم الأندية يمكن مستر بيتسو موسيماني وجهاز الإداري قرروا مشاركة جميع أو سفر جميع اللاعبين لقطر لمنديال العالم للأندية طبعا تكريما لجهودهم وأداءهم وطبعا بالفوز الباب دوري أبطال أفريقيا يمكن كان فيه تصريح وده الأهم بالنسبالي لمستر بيتسو موسيماني قال إن النادي الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم الأندية وده طبعا كل اللي احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني كل التوفيق لفرق النادي الأهلي كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة الغد أمام بيرميدز وأيضا في كأس العالم للأندية كلمة لكم في الستوديو لو فيه أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم عودة لكم مرة أخرى من ناحية الأخبار يعني الخاصة بنيدي الأهلي أعتقد أنت يعني قلتها بشكل كامل لكن من ناحية تانية كنت عايزة تطومل أنت ليه بقى لك فترة مش بتطلع معنا في عشرة صبح كان عندي يعني ظروف تاعة كنت شاكك إن أنا أكون بوزيتف لكن الحمد لله عملت مسحة دور برد خفيف لكن أنا معاكم ده المهمة الحمد لله على سلامتك يا مينة فعلا هي فترة صعبة شكرا ليك يا مينة زبقنا العزيز فترة صعبة والبرد والعطسة بقت تشككك دي بالزبق العطسة تشكك والكوح هتقلق وبقت الأيام عجيبة جدا عشان حمد لله على سلامتك يا مينة اللي جاء تتنورني تاني